السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا وقلوا لكم مرحبا بكم في قناة شو بيدي زاد اليوم الحصة تعناه وان غالي نتكلموا عن المدرب تع المنتخب المالي وان تكلموا قال بل المنتخب الجزائري يقدم مستويات عالية ومن الرائع مواجهته يعني هو يشوف يشوف المعيار بالنسبة له معيار حقيقي بش يحط بش يشوف التشكيلة التعورة يواصلة مع المستوى الكبير يشوف بش كل المنتخبات الافريقية كيتواجه الجزائر لابغات في المباريات الودية بش يشوفوا المستوى التعلى المستوى التحق وينواصل احنا باش ماذا بينا نشوفوا اللععابين جزائريين نشوفوا تشكيلة اللي تناسب باش خاتش علاها نقولوا باللي من روحوش بعيد باش نقولوا جامعة بالماضي وراهي كما يقول لك راهي يصلح راهي يشوف منا يشوف مني يشوف مني يشوف مني فتو يخرج يخرج التشكيلة اللي تكون اللي تاخذ الحروب يعني في الكاليفيكاسي وكوب ديموت يخرج تشكيلة الاساسية ما يقري هو فراسه عنده تشكيلة الاساسية فراسه عنده تشكيلة الاساسية بصلاح يخرج نشوفوا باليخرج ان شاء الله بربي وان المدرب المنتخب المالي قال بان المنتخب الجزائري يقدم مستويات عالمية ومن الرائع مواجهته منتخب قوي جدا وانكشف المدرب المنتخب المالي بان مواجهة الجزائر وديت يوم ستة جوان المقبل تعتبر اختبار حقيقي لمنتخب بلاده ومشير ان المنتخب الجزائري يقدم مستويات عالمية ومن الرائع مواجهته الحمد لله يا ربي وانكنا اه اه اتعاو تقول لي بس صح ما نقول لهش ما نحاوزش نقول له ما يقري احنا المالي المالي هي فال خير على الجزائر يعني هي بوابة اه ناجح المنتخب الوطني جزائر باش يكون باش يكون في العلم دائما وينلبوا مباراية ودية امام المالي يعني غادي يكون ناجح مراه فال خير وما فال خير علينا فال خير علينا عليك تكون بداية امجاد تاريخ في افريقيا ان شاء الله بربي كما انها اللي لعبنا لهم في الدوحة لعبنا كونت المالي قبل قبل كوبدافري دوميل ديزناب لعبنا لهم وهودنا المصر خلينا تاريخ ارسمنا تاريخ تانا هذه هي على اللي كنتمنا وان شاء الله هنقولوا باللي المالي تكون بوابة بداية اه صناع التاريخ جديد دوميل ديزناب خلوها بالكاضي تاريخ مليح ونزيد ونبحثوا على تاريخ جديد يا كاتب يا كاتب التاريخ يا فاتح الكتاب لا تطوي قارح صبر صبر تتكمل دوميل باندو وان اوضح المدرب المالي في حوال اذاعة الجزائرية الدولية يعني من قائلا المستوى العالمي الذي تقدمه تشكيلة المنتخب الجزائر كان احد اهم دوافع لاختيار مواجهة الجزائر وديا واضافة نسعى دائما لمواجهة منافسين من المستوى العالي والمنتخب الجزائري يتجاوب مع هذا المحايير فمشوار المنتخب الجزائر في كأس امم افريقيا 2016 بمصر وبقيادة المدرب جماع بالماضي ابهر الجميع جميع بطريقة لعبه يعني امام كيبار افريقيا يعني هذا الفريق وان كان كان مفاجأة بكل معايير نقال لهم شاهدت امام كولوبيا شاهدت امام ميكسيك امام نيجر امام امام نيجيريا في الدومي فينال امام كوتيبوار كارديو فينال امام السينيغال في النهائي يعني وين قال لك ما اتعرف هذا ما اتعرف هذا جاي جاي مأمن ما اتعرف بل يغادي يخسر ويرى المدرب المدرب المالي ان المنتخب الجزائر يملك لعبين ذو مستوى عالي جدا وقال انه من المهم للمنتخب بلاده مواجهة منتخب من هذا المستوى العالمي موظيف ان مباراة الودية ضد محاربي الصحراء تعتبر اختبار حقيقي للمنتخب المالي الذي سيستفيد كثيرا من هذه المقابلة تحسبا لتصفيات مؤهلة لمونديال 2022 المهم عمل حسنا المنتخب الوطني الجزائري وان نشوف كما يقولك نشوف المنتخب الوطني الجزائري في احسن احواله هذه تشوف منتخبتاك في أحسن أحوال نعرف بللي أي مناصر أي محب لبلاده أي محب لهذا الناد إلى هذا المنتخب يكون مليح أعلاس في رأسه أنا ديروا حسابكم بللي كاين جزائريين لديقوتا ومي محرز ماربعشا كاين الناس ديقوتاتا أذكرها التذيك الليلة خلينا الناس لهم فرحوا لا تفرح ما تفرح إذا راود الجزائر إلا استشويت فيه إلا كرحتوا راك تكره بلادك محرز ذنبها الواحد وهو رفع العالم الفلسطيني فقط هذه هي قضية ذنبها الواحد هو مسكين رفع العالم فلسطين أن يبيدون حسابات ما داش حسابات وقف مع ناس مظلومين وقف ضد الظلم حكتوا ناس كيفاش مسكين كيفاش راهم يدق دقوا فيه راهم يدق دقوا فيه راهم يدق دقوا فيه تتشوفها بلي حتى في لعاب اللي كان في سيمانتي اللي فاتت قبل النهائي بنهار يودي بزو سوايا ويكان ماح لازم مرشح لجائزة أفضل لعاب في العالم تا يسبح في إفريقيا مرتبة رابعة هنا لازم تعرف استكايم ما تقرأش الواعد يخرج لك واعد يقول اوه في البيو سبورة شو هضروه لازم واحدك تهدرها الروحك قابل المرايا قول اوه 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 صح 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 كيما هكا كيما هكا تعرفها واحدك بلا ما تقرأ القيرس يحضرها ولا فارسي ولا فونسي ولا ديفونسي ولا أحدك تهدامها بل لي هذا دالوا له هاكا خاتش عليه وانيحوسوا يحطموه فيه وين بغوا يحطموه بغوا يتدمروه مشكلة مع أقوارد ولا مكذبتوه همش يقذبتوه مضروك مش بغينو ينجح من هاللول من هاللي كفي لايستر سيتي مش باغينه ينجح باغينه كان هو أصلا كان رايح الأرسلان عشاو عشاو بخلخلينه كما قال لك هو دار بريا وقال باللي العام الجاي نعاوضوها إن شاء الله حب ربي إن شاء الله تشوف أنت أندي يا يعني التبع فيه هو يخرج بتصريح إحنا كما يقول لك أنا كجزائري نتمنى له الخيان نتمنى له يكمل في هذا المستوى يقول في هذا المستوى المهم عنده كوب ديمون محرز ما زال عندك إنجازات عندك كأس العرب كأس العرب صحة ما تكوش عندك كأس إفريقيا عندك تكون حاسم إن شاء الله بربي باش تكون حاسم تديها في المصدوب باراج إن شاء الله بربي تلت أهل بلادك قائد وتكون إن شاء الله بربي يدير تاريخ حاجة لي أني متمنيها حاجة لي أني متمنيها لولاد بلادها لولاهم يلعبوا يديروا تاريخ في قاطر يخلوا يخلوا إسماوتهم محفرة في ظهور المنتخبات العالمية يخلوا إسماوتهم حفرة في ظهور أي لعب من القاوة أي منتخب من القاوة كما لزال مش عامل عام الـ 889 اللي الآن عاقلين عليها باللي ربحناهم دعا ربحناهم عاقلين عليها ما زال ما نساوهاش ما ينساوهاش وما ينساوهاش وما ينساوهاش إلا ماتوا هذي هي ما غاديش نساوها هذي اللي نقولوا هذي كلوا بلي اليوم منتخب الوطني جزائري راه إطلق إيشادة وإطلق من عند مدرب ألماني من عند مدرب بورتيقالي يعني وكاين اللي يعرفوا وشيكتين يعني لماذا ما نطقوها غيهاك هؤلاء المدربين هذو ما نطقوها على يقين بأن هذا المنتخب راح في مدة ما نهازمش هذا المنتخب لعنده لعابي نوجوم يلابه في أقوى أندية يعني فخر لنا هذي كنت سمعكي معك أنا نفرح أنا كنت سمعكي معك نفرح نعرف بالليرة عنا منتخب لنتيكلنا إن شاء الله بربي صحيتو وربي أحمدكم